مساء الخير على كل السادة المشاهدين وأهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج كلام جديد طبعا في البداية أحب أرحب بضيفي في الاستيديو الدكتور محمد أبو القاسم استشاري أمراض النساء والتوليد ومفوض الحملة الاسمية لدعم المؤسسات الدولة أهلا وسهلا بيكو أهلا وسهلا بيكو أهلا وسهلا زي حضرتك مشرفني ومنورني طبعا بنحب نشكر زملتنا مي طبعا يتعبانا فإن شاء الله أنا مكنها الحلقة ديت وربنا يكمل اللي جاي على خير دكتور يعني احنا بنشكر سيادة الرئيس طبعا في البداية بس خليني أكلمك عن ايه الدور اللي قام بيه وايه الإجابيات اللي موجودة في البداية احنا الحقيقة دايما بنبتدي عسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا تمام احنا بنشوف نتعازم الدور المصري وكل التحركات المصرية حاليا كل القوة اللي احنا شايفينها دي حضرتك اما نجي نحللها هنلاقيها عباة عن نتيجة ايه نتيجة مجهود وعمل شاق منذ 36 لغاية الآن منذ 36-2013 لغاية الآن 36-2013 حتى الآن حتى الآن هو ده انعكاس لهذا المجهود الشاق بتاعه رئيس بتاع حضرتك جال حوله رئيس هو ده حضرتك اللي احنا وصلنا له دلوقتي هو نتيجة مباشرة لذلك نتيجة مباشرة لكرة الجيش المصري والمخابرات المصرية حضرتك ما تشوف اللي بيحصل ده حضرتك نتيجة على طول اي حد حضرتك هيبص هيقول لك ده جيش قوي ومخابرات قوية جدا بتاع عرف تقدر الموضوع خلال لا بتاعمل لنا ألف حساب بسبب حاجة زي كده طبعاً لأن حضرتك رئيس أساساً فحضرتك هو بيصطبق الأحداث دايماً بيوجه توجهات مخابتش نهائي وهنشوف دلوقتي الكلام ده بالتفصيل الجيوش المصري دلوقتي اسمها ما بقاش اسمه الجيش المصري بق اسمها الجيوش المصري الجيوش المصري بق اسمها الجيوش المصري انت حضرتك عندك حقول غاز عندك حقول بيترول انت مطمع حضرتك فما ينفعش انت حضرتك عندك قوة عسكية تحميك عندك الجهة الغابية حضرتك انت فاهد حضرتك خط اللحمة هناك لم يتعدى ولم يكسر حتى الآن حضرتك الجابهة الشرائية سينة سينة طبطت حضرتك بوادي النيل وحضرتك بقت دلوقتي جزء من مصر وقرئيس فعيد تحقيق سينة قالك ده ايه قالك ده جزء انت فاهم كلامي قالك ده حضرتك امتداد وجزء من مصر ده حضرتك دلوقتي عمق استراتيجي المصر عمق استراتيجي المصر يعني حتة من مصر تقدر تدافع بقت سينة دلوقتي تقدر تدافع عن مصر تقدر تدافع عن الوطن العاضي تقدر حضرتك سينة قوية حاليا يعني حضرتك بمناسبة سينة اقطى حضرتك انا اسف بمناسبة سينة هو فعلا خلال الفترة اللي فاتت سينة كانت حاجة ودلوقتي بقت حاجة تانية يعني انا بصدق على كلام حضرتك كلام منطقي بالنسبة مين ده معناه ايه ده معناه ان هي بقت عمك استراتيجي بالضبط جنوبا بقت حضرتك انت حضرتك حاليا عمك استراتيجي بتاعك السودان وانت عمك استراتيجي للسودان في ظل التعاون بين الجيش المصري والجيش السوداني تعاون وحلف استراتيجي وحضرتك في ظل قيادة الرئيس السيسي وفي ظل قيادة الرئيس البهان بقت حضرتك دلوقتي قتلة حوالي 150 مليون مواطن ما بقناش مرس 100 مليون و70 مليون لا احنا حاليا مع بعض مع وجود الضيوف اللي موجودين عندنا هنوصل ل150 مليون فده معناه ايه معناه قوة المصر فبقول انه كل اللي شايفينه ده الناس بتقول في السودان فيه قوة مش عايف ايه فيه قوة بحرية فيه حاليا كل ده ما هو الا قطرة من نحيط في قضاءات الجيش المصري وقطرات اه قطرة واحدة حلو التصريح اه حالتك قطرة من نحيط في ايه من قضاءات الجيش المصري الله بحيك يا دكتور بس احنا نشوف حالتك نطلع نشوف الفيديوهات دي ونرجع تاني استأذنكم نطلع نشوف الفيديوهات دي ونرجع تاني ورجعنا لكم بعض الفاصل طبعا يا دكتور انا فاهم وجهة نظري اللي كم عمري ما علق عليه انا عايز بقى تعليق حضرتك على الفيديو ده انت ضمت ده جنب ده لي هقول له حالتك هو حضرتك احنا اول ما هنشوف موكب للمميات بهذه الطريقة ويستقبله استاذ الرئيس وبنشوف انه حضرتك احنا دم احنا امتداد لجدودنا هي حضرتها سبع تلاف سنة حضرتك اما بنشوف زمان لقينا حضرتك لوحة من اللوحات في مقياس النيل في المانيال هنا اذا انخفض منسوب النيل فليهع جنوده مصر للدفاع عن الماء وتحقيق جهيانه دي لوحة كانت موجودة دي لوحة كانت موجودة وصية من الاجداد ونصيحة حضرتك على ماهر الزمان حضرتك احنا التاريخ بيعيد نفسه فبنلاق ايه انه من بقية اللوحة انه يقولك وعلى زعيم مصر تأمين النهر تأديب الهكسوس والحاسيين كل ده موجودة في اللوحة القديمة وطاد شعوب الشمال يبقى حضرتك تأمين النهر وتأديب الهكسوس والحاسيين وطاد شعوب الشمال ده معناه ايه انه دايما اما بيحصل جايان النيل كان فيه اعاقة ده على المرة الزمن كان دايما تحالف من اشهار الشمال واشهار الجنوب يتحالفوا مع بعض بيتحالفوا مع بعض فاحنا بنقول التاريخ كان بيقول ايه فده ده اللي شفناه فعقيدة الجيش المصري هو تقدير كل منقضة مصر الجيش المصري بيقدر كل منقضة مصر فبنشوفها هائيس بيستقبل المميات اللي هي ملوك قبل كده وعظماء عاملوك تاريخ طبعا من حسن الحظ احنا لو شفنا في الفيديو اللي فات شفنا هائيس السوحة وقفت قدام تحتمس الثالث تمام لان تحتمس الثالث ده حدثك كان لي قصة هاهيبة النقاط 17 حدثك حاب من الفقل الحسن انه انطلق اللي تحتمس الثالث قدب شعوب الشمال اللي خانه العهود وتحالفه مع شعوب الجنوب لحجز المياه تمام قاد 17 معاقة حابية وانتصر فيها كلها تحتمس تحتمس الثالث تمام فاما شفنا هائيس بيستقبل المميات بتاعته واتصوار جات السوحة عليها ووقفت فده فقل انه هننتصر ان شاء الله في مواجهات الشمال ومواجهات الجنوب هنكتب الانتصارات دي حضرتك في عهد الجمهورية التانية احنا دلوقتي في الجمهورية التانية يعني ايه جمهورية تانية يعني مصر الجديدة يعني بعاصمة جديدة بجيش جديد حضرتك احنا في ظل نمو وفي ظل قوة لم تشهدها مصر من قبل لم تشهدها مصر من قبل حضرتك على جمهور حضرتك هنكتب الانتصارات دي هنكتبها في الجمهورية الجديدة على حوائط حضرتك هنسجلها التاريخ هيسجل الكلام ده هنسجلها وإحنا هنسجلها على جضران السحات في العظيمة الإدارية هنشوف اللي إحنا عملنا ده اللي بيتعمل دلوقت حضرائك إحنا مش غايبين عن الواقع إحنا شايفين قدرة الجيش اللي حضرائك بيعمل معاهدات حضرائك مع كينيا مع أغاندا حضرائك في سد في تنزانيا حضرائك اللي هيسكن لها ده في جبوتي حضرائك دي نهضة عملاك هنحللها بالتفصيل في معادها حضرائك هنسجل الكلام ده على حوائط كمان الأكتاجون نفسي في هذا حوائط الأكتاجون في العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية وساحة الشهداء لأن دي هتبقى يا سايل هيقراها الأجيال القادمة ويعرفوا إنه كان في الوقت ده في التهيخ ده حضرتك رئيس اسم السيسي والجيش المصري بهذه القوة اللي بنعتز بيها دايما وهنشوف إن شاء الله الانصال دي وهنشوفها فمن الفيديو اللي احنا شوفناه كلام حكم إيه؟ إن مصر لم تنم فعلا مصر مش نايمة من هدم سواها العظيم ما تهدمش سواها العظيم ولا حاجة من هاها شعبها ومن هزم وكان الكلام ده في وجودها لم يزل مزودا بأعظم القيم فعلا حضرتك كل كلمة لها معنى إحنا حضرتك كل كلمة تتقال لها معنى إحنا فعلا أهم حاجة عندنا القيم من حضرتك معاملة الرئيس في مشهكل سد النهضة هتلاقي حضرتك ماها واثنين وثلاثة متفاول وعهد وبياخد عهد لأنه حضرتك هقولك بس دلوقتي لم يزل مزودا بأعظم القيم متوجا بالأمل في القاضي كالهام في السماء كالكوكب الضهرية والقمة العالية ده حضرتك مصر وشعبها حضرتك بنلاحظ دلوقتي إنه حضرتك فيه مشكلة سد النهضة مشكلة سد النهضة إن حضرتك لقينا أثيوبيا بتتعامل بمنطق الكورونا الوسطى مدافع ومدفعية وحشود ده بيعمل حضرتك حقب بشري سد بشري جايب حضرتك الجنود بيصفهم على الحدود مين إحنا هنحارب بالأسهم والدهوع حضرتك مفيش حاب كده في العصر الحديث أكيد طبع فين حضرتك المعدات فين بتاع كل الصواة اللي بنشوفها حشود راح حضرتك نحية التجهاي حضرتك هو مؤاخد على المزابح البشهية فهو مجرم حارب فحضرتك ده حضرتك كل اللي باين نناوي على مزابح بشهية لو حصل التصادم بين الجنود فبنلاقي فيه حضرتك فيه تهوي في هد المصري وهد السوداني لغاية الآن دلوقتي لأن حضرتك أنا مش فاهم هو حضرتك بيتعامل إزاي وتلاقي كل شوية حضرتك تصراحات مستفزة أيوة لسه أكلمك يا دكتور بعد إذن حضرتك أنا من حسن حظي النهاردة إن إحنا بنفتح مع بعض وأنا أكون معاك يعني ضيفا تمام ولاسته بمزيان أتعلم من حضرتك بقى إحنا كرد فاعلناك إحنا كده ماشيين على الخطة السليمة ولا إحنا متسلبين على الاستفزاز لا إنت حضرتك حضرتك لسه أيل بنفسك إنهم بيستفزونا لدرجة لا يتقيلها بشه أنا بقول بس كلمة واحدة إنه حضرتك أنا بعمل بس مقارنة بين الجيش المصري الحديث اللي في عهدها إستيسي دلوقتي اللي حضرتك إحنا شفت حضرتك حارب العراق مثلا شفت أمريكا ما بتحارب العراق مثلا الجيش الحديثة إنت شفت حضرتك اصطفاء في الجنود بهذه الطريقة إنت شفت صور الأسيوب اللي بتيجي هنشوفها وهنتكلم في وقتها بس نطلع نشوف يعني الفيديوهات لا إحنا دلوقتي هنشوف بس حديث لسيادة الرئيس آه حديث بس ونكمل وهنشوف نطلع نشوف حديث لسيادة الرئيس ونرجع نستكمل مع بعض الحلقة ورجعنا لكم بعد الفاصل نستكمل حديثنا مع الدكتور محمد أبو القاسم مفاوض الحمرة الرسمية لمؤسسات دعم الدولة آه دكتور تعليقك إحنا شفنا هائيس آه آه وشعبه علاقة هائيس بجيشه علاقة هائيس بشعبه عشان بقولت لحضرتك عشان المكانها المصرية حاليا هي عن عكاس لكل الحاجات دي فشفنا هائيس أما بيقابل جنوده في الأول اللي هنكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهام داخل وخاجر الحدود قسما بالله اللي هيقاهب من مصر ليتشال من على وش الأهد هو بيتكلم وصادق وهينفف إن شاء الله اللي هيقاهب من مصر فعلا هيتشال من على وش الأهد هائيس بيشيت بكنوده أما هاحسينة وشافها حضرتك شاف حضرتك أنه عنه على الأهاب فأصاه أنه يروح وقال لهم أنا أصاهيت الناجي بالبدلة العسكرية فهي أكبر شاف حضرتك وأعز ملبس فعلا من البدلة العسكرية شاف كبير طبعا وقال لهم إنه بين جنوده بيعتز بهم ويهنقهم على القضاء على الإرهاب وبيكافئ الجيش بتاعه كافئه بإيه أدى لهم التحية العسكرية رئيس نفسه أدى التحية العسكرية لجيشه ده حضرتك بيعتز بهم وبيكافئهم قال دي أحسن طبعا دي أحسن مكافئة ليه وقال لهم إنه قدوا الأمانة خلصوا الإرهاب الجابهة الداخلية بقت قوية ابتدنا ننطلق على الجابهة الخياجية عشان نحاها جريان النيل زي ما إحنا توصينا بذلك رئيس كمان هاجل مؤمن فأما الناس بيقولوله إحنا في ضهر فقال لهم أنا بطلب العون من ربنا ده معناه إيه؟ مش هتقدروا الحمد تقيل فعلا فحضرتك قال له من عايز ربنا هو اللي يكون في ضهري تمام وحضرتك قال له كونوا في ضهر مصر كونوا أنتوا في ضهر مصر يعني كل واحد يؤدي عمله يؤدي مهامه إنما أنا بطلب العون من ربنا وده قال له هو كفيل بذلك وهينصرني علشان خطر الشعب ده وعشان خطر الأمة العربية رئيس حاليا بيدافع عن حضرتك الأمة العربية كلها أمن قوم عربي كله أمن عربي كله أمن حضرتك كان بينتهك في جنوب السودان وكانت الفشقة حضرتك محتلة اتحهارت أمن قوم عربي النيل النيل ده حضرتك مصر هي عمود الخيمة في الأمة العربية داننا حضرتك إحنا بنشوف حضرتك التدخل حضرتك في الجامعة الشائعية بنشوف التدخل في غزة الموضوع الأخية شفنا التدخل في ليبيا شفنا التدخل في البحر المتوسط كل ده حضرتك عايز جيش قوي عايز زعيم علشان يقضى حضرتك هيمنج ده كله مصر مهمة جدا إن هي مصر دعالها الأنبياء كلهم صحي فأما بنشوف سيدنا آدم مثلا اتعادت علي البلاد كلها فشاف بلد جميلة فيها ناق النيل وفيها جبل مضيق اللي هو تورسينة تورسينة فسيدنا آدم قال إيه دعال النيل بالباقة ما معناه يعني والقاض مص بالباقة ورحمة والطقوة تمام وباقة على نيلها وجبلها سبع مهات ده سيدنا آدم بارك على نيلها وجبلها وقال ما معناه لجبل الطو الخباء والجنور والكنوز لكن البهر والصهوة سال نهرك عسلا قصها الله زاعك وضاها ضاعك يعني حظاك بالنسبة للمشياء وكده وزكى نباتك يعني كتر وعزمت باقتك وخصمت ده دعاء سيدنا آدم لمص لمص ده سيدنا نوح دعال ابنه اللي سكن مص تمام فقال له اللهم باهك فيه وفي زهيته اسكنه الأرض المباهقة الطيبة التي هي أم البلاد وغوص العباد باللاحظ مص الغيط الآن هي مص العباد كل ما اللوف كل مصر أمينين صح إلا مص صح حظاك من أيام سيدنا يوسف ده حقيقة حظاك البلاد الأجنبية فيه مقولات أنا بحقيقة دكتور على كل اللي انت بتقوله ده والله يعني بجد حظاك وقت من زمان أيام الحرب العالمية تمام حظاك كانت مصر هي ملجأ للعباد برضو وأم حظاك مع أن احنا كنا محتلين من الإنجليز بس كانت أم كانت أم وبيجي لها كل الشعوب كانت بتيجي في مصر وهي محتلة إيش حال بها مصر القوية في الجمهورية التانية ورئيسها وصية الرسول عليه السلام فضر قالك إذا فتح الله مصر عليكم إيه اتخذوا فيها اتخذوا فيها ضندا كثيفا فوصى بكثافة الجنود تمام وقال إنهم خيروا أجناد الأرض تمام وقال استوصوا بأهلها خيرا فإن إن فيها إيه فيها زم قال حضرتك نسب وصه النسب اللي هو سيدنا اسماعيل الصه اللي هي السيدة مريم تمام زوجته رسولة السلام سيدنا عبدالله بن عمر دعش النسطعر بس قيمة بلدهم إن البلد دي مسهلة البلد دي قمتها كبيرة جدا عند الله وعند العباد تمام سيدنا عبدالله بن عمر وقال لك إن الباركة عشر باقات في مصر تسعة وفي سائل العالم واحدة إن الباركة عشر باقات في مصر التسع باقات تقدر حضرتك تذكر أم المتواجدين مع حضرتك؟ ده معناه إن ده معناه يعني إن نسبة وتناسب تزع أجزاء في الباركة موجودة في مصر بنلاقي حضرتك ده شفناه في حرب 73 شفنا ربنا باهك في الجنود شفنا حضرتك العبو شفنا هدنا خط باليب في ست ساعات دي حقيقة شفنا هذا الكلام حفظ الله مصر وحفظ شعبها وحفظ رأسها إحنا شفنا حضرتك الفيديو وشفنا إنه ألانا جانبه وخفض جناحه فأحبه شعبه وجيشه إحنا شفنا رأس كل الناس لما تعاملوا يمتلك حب الناس فهو آحين ببني بلاده وشديد على الأحداث حضرتك بيحتفل بأمهات المصريين شفنا وبيعملهم إزاي وفي نفس الوقت وأبناء الشهداء معلش بيشيلهم هقول له حضرتك حاجة برضو نقطة كده بأن حضرتك اتكلمت على سيابة الرئيس من إمتى يا دكتور إحنا ما شفناش حد بينزل بيشوف مشاكل الناس من إمتى دي يا دكتور إحنا شفناش ده حضرتك يعني إحنا ما شفناش حضرتك هو يقول له أؤمرني حضرتك يعني بص نازل يقول للناس أؤمرني إحنا شفنا حضرتك إحنا مضغوطين ضغط أهيب حضرتك إنت شايف المجهود المصري اللي بتعمل والمجهود الحابي والمجهود حضرتك الجيش فحضرتك معاه معاه لازم يبقى فيه تنمية جامدة عشان يبقى معدل التنمية بتاعك السنة دي في ظل جائحة كورونا تلاتة وستة من عشر ده حضرتك تاني دولة على مستوى العالم في ظل هذه الظهور وفي ظل حضرتك كل التحديات دي فهقيس لازم يعمل كده لأنه حضرتك بيحب مصر بيحب الشعب المصري فحضرتك الإصلاح الاقتصادي حضرتك الإنفاق حضرتك لو حد بيحلل هذا الكلام فكل الحاجات دي معجزة اللي بنقوله أن تحيا مصر وعز الله مصر وعز الله هقيس ولا زال منها ملك ولا عز إن شاء الله إن شاء الله لا يزول منها ملك ولا عز إن شاء الله بناء إذنك رب فهيسنا وإباك في جيشنا ونشوف كل حاجة بإذن الله بإذن الله طيب خلينا نطلع نشوف الفيديو دوت ونرجع نستكمل حلقاتنا معيشة نطلع نشوف الفيديو ونرجع نستكمل ورجع نالكو أكيد طبعا يا دكتور يعني أنا محتاج برضو تعليق حضرتك على الكلام ده اللي بنشوفه ده عمل عظيم عمل مش أي حد يقدر يعمله الدول مصري المهابة المصرية ما جاتش من فهرها مصر قد ضمضت جاهها استدعت تهخها وحضرتها آمنت بكتابها بها وعرفت عدوها الحقيقي مين دفعت بأبنائها لجيشها أصلحت اقتصادها وقفت خلف قائدها وجيشها وصاهد في طريقها للأمام لم تلتفت للماضي لم تنزق لا يشفي غليلها تصفيت حسابات عملت بمقولة تهاصول الكهيم ما تظنون أني فعلهم بكم فبذلك أما عملت كده خيبت ظن عدوها ومخابراته فشلت وخابت مخططاته وفوجئ فزاقت ظل والمهان لم يظن العدو أن هذا الجيش القوي يلتمس الأعذار لإخوته وأن هذا القائد العظيم أول ما أخوته يندونه هو طريقة رئيس السيسي أما شاف شعبه بيناديه في 36 ساب كل حاجة وجاي على شعبه وقال أما جاه في الانتخابات قالك إيه؟ قالك أنا عملت معكم إيه؟ أما ندتوني وقلتولي استدعتوني أما توني عمل إيه؟ لبى النداء كذلك أما ندوه الفلسطينيين في غزة وحاجاتك النيهان نزلة وحاجاتك فيه محدش راضي يوقف إيه؟ إطلاق النار هيحصل حاجاتك خسية في الأرواح كبيرة طاق كل شيء أعد العدة وظللهم بجناحي وقال إخواتي وحاجاتك بقى قال له فيه وفي جيشه طبعا تم فتح معبرة هفح حاجاتك ما تفتح معبرة هفح ده ما هيتمش إلا بقوة إلا حاجاتك قوة كبيرة قوة طائس في الوقت ده وقوة جيش قوة شعب قوة مص هيسألك لو وقفين مع بعض الجيش مع الشعب حاجاتك ما يهمكمش عن حد خالص مش ده الله حسب صحيح فتم إنهاء الأزمة بسواعة وساهم في تقليل الضحايا الضحايا حاجاتك أول إحنا شوفنا قبل كده المشكلة مع إسرائيل وغزة أما حاجاتك كانوا إسرائيل بدوك الغزة كان بالألاف حاجاتك ميتين وحاجاتك الجاحة حاجاتك وكانت مصر بتستقبلهم حاجات الإسعاف دخلت غزة حاجاتك المؤن حاجاتك الأغذية الأدوية حاجاتك ده كل فتح الرئيس فتح فتح المعبة بيعكس قوة مصر قوة جيشها حوية إرادتها أنت حاجاتك فيه حرية إرادة وحاجاتك وحاجاتك تحكمها في حدودها ففعلا الكلام ده أي حد يقولك إيه تحيا مصر تم طرح المبادرة المصرية وهي بتتميز بالحكمة وقدرة على التنفيذ المشكلة مش في طرح المبادرات احنا شفنا مبادرات كتير بتطرح لكن الصعوبة في اللي ينفذ المبادرة ويشرف على تنفذها إسرائيل تعرف اللي رئيس السيسي هتعرفه الجويس وتعلم جيدا إنه إذا وعد أوفى فحاجاتك مفيش سبيل معاه إنه إحنا نوعد منوفيش لأنه مش يعني حاجاتك أما نوعد هنوفي وده اللي مفهموش أبي أحمد وهيفهمو بس هيفهمو بعد ما يدفع تمن غالي جدا لأنه حاجاتك هو دي طبيعة رجال مصر ده طبيعة رئيس مصر نرى إنه قوة رئيس وقوة الجيش المصري وتماسك الشعب المصري وقوفه خلف قيادته العوامل دي دفعت رئيس الأمهيكي أن يعلم إن مصر برئيسها وجيشها وشعبها كفيلة بفقد إراتاتها في منطقة الشرق الأوسط وإن كفة مصر هي كفة هاجحة وأمريكا كقوة عظمة وقد سبقتها هوسيا في معرفة ذلك وليس الآن إن مفتاح المنطقة لابد أن يعبر من الاتحادية من مصر من السيسي وإن المصالح الأمريكية ما هنا بالشعب المصري وجيش المصري إحنا بنقول دايما إن الإضاءة الأمريكية عايزينها تعاف إن الشعب المصري شعب صديق للأمريكا حضرتك إحنا بنحتهم الشعب الأمريكي وبنحبه وبنصك فيه الأمن القوم العابي والأمن القوم المصري لا يتعاهد مع الأمن القوم الأمريكي عموما في تعاهد بين مصالحنا ومصالحهم أكيد حضرتك بل يتلاقى معهم ويعضده ومصر في أحلك الزهوف لم تعلن ولم تصهح بأي موقف ينتقص أو يؤثر في العلاقات المصرية الأمريكية لم يخرج المواقف العربية خارج حضرتك مكاتب هائسية ولكن ده عكس بلاد التانية أما بنشوف إنه هائيس الأمريكي تواصل مع هائيس مثلا الوزراء الإسرائيلي ست مهات وألف الآخر صحح إن مصر أبلغته بميعاد بميعاد وقف إطلاق النهار لأنه هو بيصق في وعد هائيس الساسيلي إنه هلو هاد نوقف وعد حضرتك إحنا بناء هد أبي أحمد مسلا على العلاقات الأمريكية إنه قال لك إيه قال لك سيعيد النظر في العلاقات الأمريكية أبي أحمد ده هد على أمريكي وساطة وساطة هائيس الأمريكي بايدن إنه أكلمه أبي أحمد فقال لهم أما شاف حضرك التصريحات الأمريكية إنه هضرت ضد مصالح ضد أبي أحمد لا ضد التجاهية المسابح التجاهية فقال لك سننظر في العلاقات الأمريكية ده هد أسيوبيا عايزين نقاهن بين هد الشعب المصري عامة في أحلك المواقف إنه حضرتك الشعب المصري شعب صديق للولايات المتحدة حضرتك بين مصالحنا مشتركة فده الوجهة الجديدة بها إنه إحنا عايزين حضرتك تعزيز العلاقات والتواصل والسير للأمام شفنا فاحة الشعب الفلسطيني بانتصار الإرادة العربية المبادرة المصرية شفناها طلع الشعب الغزة كله بيهدف لهايس السيسي بيهدف لمصر وقيادة المصرية المصار ده والوحدة بتاعت الشعب الفلسطيني ده بتفرض هتؤدي الوصول لحل الدولتين هيبقى أسهل إن شاء الله وده هيؤدي إلى تقريب وجهات النظر بذلك الموقف المصري لكل بعيد وقايب بيبين إن العرب عمتا حضرتك إخوة إحنا وقت الشدة بيبين معدن العرب عمتا حضرتك هنشوف الدعم العربي كله هنشوف إن هذا وهنشوف جبوتي وهنشوف حضرتك الدعم العربي من السعودية ملقمهات هنشوف كل المبادهات دية خلينا ناخد فيديو زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر وفلسطين وإسرائيل خلينا نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نستكمل كلام ده مع حضرتكم ورجعنا لكم أكيد طبعا دكتور كالعادة أنا ببقى نحتاج تعليقك على الكلام ده حضرتك إحنا قلنا الدهو المصري وحضرتك المبادرة المصرية اللي تم فاضها حضرتك بين الغزة وبين إسرائيل وحضرتك تم حركة الاتصال من الرئيس الأمريكي إنه حضرتك بيؤكد إن الهدنة دي بيقيدها وحضرتك وتثبتها وشكر رئيس على المبادرة المصرية والهدنة وتثبتها فكان طبيعي إنه يتم أول زيارها حضرتك للوزير الخارجية بلينكين للمنطقة زر حضرتك السلطة الفلسطينية ورئيس عباس زر حضرتك نتنياهو وجه هنا مصر يزور رئيس السيسي وحضرتك يتبحث معايا في مختلف القضايا لقينا حضرتك تأييد من الإضاءة الأمريكية لكل الموقف المصري حضرتك تحية للموقف رئيس السيسي على التخاذ هذه الخطوة على حضرتك على المبادرة المصرية وعلى الهدنة وعلى تثبتها وإنه حضرتك هننطلق إن شاء الله قدما هننطلق إن شاء الله تحتها عائل أمريكية إنه المفهود بندفع تحت العائل أمريكية إنه يحصل حل الدولتين حل الدولتين بين الفلسطينية والإسرائيلية عشان نخلص من المشكلة دية اللي بقالها إيه اللي بقالها سنين وده المصلحة الشعبين حضرتك مصلحة الشعب حضرتك الفلسطيني ومصلحة الشعب الإسرائيلي اللي تتحلل المشكلة دية حضرتك مشكلة سد النهضة تبحث فيها هائيس وهائيس صهح وقال إنه الإضهاب حق مصر والسودان حضرتك حق مصر اللي هو شعب وادنين حضرتك الإضهاب حقوقهم المائية ده خط أحمر وحد حضرتك إنه تم اتصال مع هائيس الأمريكي وهائيس الأمريكي قال إنه بيدفع إنه حضرتك إنه المصالح المصر المائية والسودان أمن قوم أمريكي مش أمن قوم مصر كمان هنشوف الكلام ده وإحنا بنتمنى إنه المصالح إنه العلاقات المصرية الأمريكية تمشي للأمام ونشوف حضرتك العلاقة فيه أقوى وأقوى مع الوقت وإن شاء الله نشوف حل المشكلة تسدد النهضة دي أي طريقة بحيث إنه ربنا يسهل بإذن الله إحنا جهزين لمختلف الحلول بس هنشوف إن شاء الله الدنيا هتقدم إحنا بتدور على الحل السلمي ربنا يسهل ربنا يسهل خلينا نطلع نشوف الفيديو دوت ونرجع نستكمل كلامنا مع بعض طبعا يا دكتور يعني دي منورات ومشاورات ما بين دول حماة النيل تمام أنا عايزك برضو تكلمني باستفادة أكتر عن المناورة دي أي حضاك كان فيه منورة قبل كده من سورة النيل واحد واثنين وده منورة حماة النيل حضاك المناورة دي هي أكبر منورة شهادتها حضاك مصر والسودان مع بعض حضاك في المنطقة الجنوبية للسودان أكبر منورة أكبر منورة عسكاية طبعا حضاك بتتمثل فيها مصر كافة قفة الأسلاحة للجيش المصر حضاك إحنا حضاك بحرية وجوية وبحرية حضاك بنشترك جيش كامل الجيش المصري ممثل بكافة الأفرع بتاعه في السودان مع الجيش السوداني ده بيعمل حضاك تناغم بين الجيشين فحضاك عشان حضاك تعمل يعني منورة بهذا الحج الهدف بتاعها إن إحنا بنقول إنه حضاك فيه خط أحمى لابد أن يحتاج حضاك شفنا إحنا بنقول برضو الاعتداء على الفشقة لأنه فيه تهديد أسيوبي بإعادة احتلال الفشقة فبنقول إنه حضاك فيه تعاون وحلف استراتيجي من مصر والسودان إنه حضاك الاعتداء على السودان اعتداء على مصر فده يبقى حضاك باين ويبقى ظاهر لأي حد مش فاهم كويس حضاك بالنسبة لحمات النيل بنلاقي حضاك البح حضاك إنت بتفرد فيه حضاك بتشوف البح اللحمة بتشوف حضاك السليح بتاعك حضاك حاملات التقارات حضاك كل ده شفنا الغواصات حضاك هم عزاي مش واخدين بالهم مادة اتعاد الكووتين دول مع بعض يعني مين بيدعمهم هو حضاك هو حضاك إحنا من اللي بيدعمهم معروف من اللي بيدعمهم إنما حضاك اللي بيدعم عمتا يعني فشل في حضاك حماية السمى بتاعته فهو حضاك لو أبي أحمد بيعتمد بيعتمد على حد هيحمي السمى الأسيوبية لا هو حضاك محدش إدى حضاك لو حضاك بيعتمد إن أبي أحمد إنه حضاك يشوش على نظام سبيكتر كان حضاك اللي هو حضاك في الهافال الهافال ما رح يطلقش أساسا حضاك هو معتقد إنه حضاك بني شامكول أساسا حضاك دي ولاية سودانية مش ولاية أسيوبية كان فيه معاهدة سنة 1902 حضاك موجودة وموجودة الخهايط اللي عايزين نقوله كمان إنه بحاية التانى هي من أقليم بني شامكول مش مجاهد بس النيل اللي لا ده من منبعه كل حضاك ده كله تابع حضاك لشعب ودي النيل للسودان حاليا فحضاك كان حضاك حصل اتفاقية بين حضاك في وقت الاحتلال الإنجليزي بين أسيوبية وبين مصر في وقت الخداوي إنه حضاك يتنازل عن أقليم بني شامكول مقابل التعهد بعدم بناء أي عائق مائي على النيل اللذاء فحضاك إنما اللي بيشغل منطقة بني شامكول هو شعب حضاك سوداني مسلمين حضاك عاب قبيلة حضاك بني شامكول هي حضاك قبيلة بيها وكلها حضاك بتمثل امتداد للسودان في حضاك دلوقتي مشاكل جمدة جدا جوة أسيوبية علشان الشعوب دي عايزة تنفصل وفي حضاك حقاك لذلك بيحاولوا حضاك ينفصلوا وحضاك أسيوبية عايزة تعمل فيه عملت فيه مجازة قبل كده زي اللي عملتها في أقليم تجاهي وفي حضاك مشاكل هو أبي أحمد هغل دموي حضاك فهو بيعتمد على الحلول ديت ما بيحتهمش حوهية شعب وفي تقريب مصيرهم طيب هو راجل دا ما هو يكون قد الدموية اللي داخل عليها ما هو هو حضاك ما هو راجل دا ما هو هموت نفسي ما هو مش هموت نفسي هو حضاك بيدفع لجيشه بلده بلده للهلاك طيب يعني فيه كراس ما هو حضاك يعني رأسنا الحقيقة هاجل محب للسلام مش أبي أحمد اللي هو واخد جائزة نوبل وفي نفس الوقت حضاك فايز بجائزة أكبر واحد عمل جهيم حارب في التاريخ حضاك أبي أحمد عباد 150 ألف من إقليم تجريه حضاك حضاك دخل ريتريا دخلها في إقليم تجريه لأنه يسير تمسك الشعب الأسيوبي بيها دكتور هو حضاك لا مقبع مش مسألة أم مش مسألة كده هو حضاك هناك فيه قبليات وهو تبع إقليم الأمهار اللي هما مسكين الموضوع هناك فهو خلص على تجريه اللي هما كانوا مسكين الجيش ومسكين وما كانوش مرافقين على حكمه لأنه قبل رئيس الوزراء الصابق كان من تجريه فحضاك هو دلوقت بيحاول يعمل تطرير عرقي لإقليم تجريه في العفاق السيومبي فدي المشكلة كلها فحضاك عايز عنده انتخابات عايز يغطى عليها فحضاك بيقى مش عايزها تتعامل فمش هتتعامل إزاي إنه يبقى بلده في حالة حاب فبيحاول يعمل منوشات مع السودان حالة فوضى إنما حضاك إحنا والسودان في خندق واحد وعند الأزمات هنشره هناك من معون واحد وده حضاك هو ده شعب واد النيل فإحنا حضاك اللي هاقص الضهان وهاقص عفتاح السيسي طبعا في ظلهم مصر والسودان هتشوف شكل تاني كل الدعم للسودان حضاك إحنا شفنا مع هائس البرهان في فرنسا شفنا إسقاط ديون عن السودان حوالي خمسة وربعين مليار دولار وحضاك ده كان تلاتين ولسه هيجي خمستاشر في الدول الخارج نادي باريس ده كل حضاك بيدي قوة للاقتصاد السوداني بيدي قوة للسودان إحنا عايزين السودان القوية تبتدي تزهر وتبتدي حضاك إن شاء الله نشوف الدنيا هتمشي إزاي لو ما لتزمتش حضاك أسيوبيا بتاع هدتها اللي حضاك اللي متعهدة بيها واللي مضي عليها من سنة 1902 السودان فعلا طلعت حضاك تصريحات منهم إنهم هم بيطلبوا بأقليم باني شانكول لإذن ذا من حقهم زي ما هستهدوا الفشقة من حقهم إنهم يستهدوا باني شانكول ولو استهدوا باني شانكول هو هيستهدوا إنه للذاء بما عليهم من منشآت لغاية بحية التانية فعضاك هو مش يعني مش مستوعب ومش آه الدنيا كويس هو مش مدرك ماذا يفعل هو مش مدرك ماذا يفعل ومش فاهم يعني إيه مصر حضاك في الجمهورية التانية مش فاهم يعني إيه جيش المصري فحضاك هو بيعامل حاقت بشي من جنود مش عايف حضاك هيبقى التطور معهم إزاي بس الجيش المصري حضاك عنده من الحبقية وعنده من الخبا اللي بيعاف يتعامل مع كل هذه المعوقات الجيش المصري اللي هذا مخطبها ليه الجيش المصري اللي حضاك اللي هذا بالجيش المصري لا يكخر فاض الحلول بتاعته على مختلف الجبهات صاحب الخطوط الحامة حقيس السيسي حضاك قادر أنه يحل المشكلة دي إن شاء الله وننعم بيننا بإذن الله حيفضل موجود وهيفضل حركة يدفق إن شاء الله المهر من أنهر الجنة بإذن الله طبعا يعني إحنا طبعا كمصريين بنفخر بسيادة الرئيس وبنفخر بفكره وبعقله وبمدى تقدير كل الدول لنا بسبب أن اللي بيحكمك أسد خلينا نطلع نشوف الفيديو دا ونرجع نستكمل حديثنا مع الدكتور محمد أموالقاس طبعا دي كانت صوب للتعاون ما بين جبوتي ومصر بتعليق حضريته لكي دكتور إحنا منشوف التحركات المصرية حاليا على مختلف الجبهات شفنا حضريك فيه اتفقيات حضريك بين الجيش المصري حضريك ودول كينيا وبروندي وأغندا وتنزانيا شفنا في تنزانيا حضريك بناء سد تنزانيا اللي هو حضريك ده مطل المغزي على النهر المغزي لبحيها حضريك البحيات الفكتورية شفنا حضريك انه التحركات المصرية كلها ان هذا شفنا دعم عربي لمصر في مشكلتها مع سد النهر طبعا مع اسيوبيا جبوتي بلد حضريك عربية وبلد حضريك من دول جمعة الدول العربية فحضريك احنا شفنا جبوتي وشفنا بترحاب بالسيد رئيس هناك شفنا رئيس بيدعم جبوتي حضريك دعم دعم اقتصادي ليس له نهاية حضريك بنك مصر هيفتح نقفاء عشان الدعم الاقتصادي روى حضريك هيبتدي فيه رجال اعمال في جبوتي هيبتدي فيه رجال اعمال هيروحه وهيفتح اسواء حضريك اسواء جبوتي للبضايع المصرية هنبتدي حضريك هنساهم حضريك فيه صناعاته في جبوتي هيبتدي حضريك فيه تعاون بينه وبين مواني جبوتي حضريك الحاجات دي كلها نفهم بس الدنيا ان جبوتي دي هي حضريك بلد هي موجودة على حضريك البحر اللحمة في منطقة باب المندب فهي مهمة جدا بلد مهمة جدا فيها قواعد حضريك امريكية وفرنسية وقربية فحضريك التعاون معاه التعاون استراتيجي حاليا بنشوف مصر بفكر جديد حضريك بنشوف دعم عربي حاليا كان حضريك وفد قطري بنشوف قطر حضريك فيه تعاون مع قطر يهب بس ان شاء الله انه نصلح النواية ونبتدي خاصة انه فيه حضريك في قطر بسميهم فيه نعيق للغربان حضريك فيه منهم مصريين حضريك بيغهدوا خارج السراب يرايت ان تكون قطر رجعت دخلت السرب حضريك السرب الكسبان حضريك العلاقات العربية اللي هي حضريك بلد عربي قطر وحتى لو حصل فيه وقت معين فيه بس انحياء يعني خروج بها تغريض بها السرب انما هجوع حضريك للسرب العربي ده مهم جدا عشان نقضي على المعيق الغربان اللي هناك فيه غربان هناك حضريك فيه منهم الناس اللي حضريك عملين يطلعوا فيديوهات ويطلعوا مش عايز ايه على السياسة المصري وعلى الدولة المصرية وعى الجيش المصري والمفروض انهم مصريين والمفروض انهم مصريين حضريك شفنا وافد سعودي موجود حضريك بيدي دعم بعضه لمصر وبيعلن حضريك عن تأييده لمصر فيه مشكلة سرب النهضة بنقول يا هب انه انه الامور تتصلح وان شاء الله في تلاتين ستة انا دايما من حلقات سابقة كنت بقول كده انه يا هب في تلاتين ستة نحتفل ان شاء الله في تلاتين ستة ويكون فيها حصل نهاية لمشكلة سرب النهضة ونكون حضرتك النيل بتاعنا شفناه بنشوفها هائيس الحقيقة في ال اكيد بنتمنى جميعا دوت بنشوفها هائيس الحقيقة ما بينسيش تدعيم الاقتصاد ياتن تبني ويتن تحمل السلاح بنشوف في عز هذه المواقف انه هائيس بيجتمع مع الحكومة في مبادرة حياة كريمة بيشوف اللي حصل فيها مشروع دلتا مصر مشروع تنقية مياه الصاف مشروع تنقية مياه مصر في بحر البقى وتوصيل المياه لسينة وزهارة 350 ألف فدان الكلام ده هو اللي مخلي الاقتصاد المصري حضرت معدل النمو بتاعه تاتة وستة من عشرة اللي مخلي معدل النمو في ظل جائحة كورونا حاليا حضرتك يوصل لان شاء الله السنة دي بنتوقع انه يوصل لستة في المية بنقول تحيا مصر ويحيا هائيس وبنقول ان شاء الله ما جاي على تلاتين ستة نحتفل السنة دي تلاتين ستة ان شاء الله ويتكون كل الأمو اتصلحت بإذن الله تحياتي لك دكتور محمد أبو القاسي المستاذ النساء والتوليد ومفاوض الحمراء الرسمية لدعم ومؤسسات الدولة شرفتين ونورتين يا فندم شكرا يا فندم وكنت سعيد جدا بالقائمة حضرتك وتشرفت بوجودي معاك شكرا لحضرتك طبعا بتوجه بالشكر لكل مشاهدي بالنمج كلام جديد ان شاء الله هكون متواجدة معاكم الحلقة القادمة الاعلامية مية حسن بإذن الله شفاها الله طبعا بحب في النهاية اختم واقول ان حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وان ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يسدد خطانة ويسدد الفكر اللي انا بنفكره يوصل لكل الناس بإذن الله تحياتي ليكم اشوفكم ان شاء الله على خير ودمتم في حفظ الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة